أو جنوب ريسوت، واحدة من أفضل المناطق الجغرافية المميزة في محافظ ظفار فيها سهوب على امتداد 100 كم مربع من مينار ريسوت القديم وصولا إلى المغسيل وهذه سحب الخريف الجنوبية الغربية في لحظاتها الأخيرة قبل أن تودع محافظ ظفار حتى نلتقي بإذن الله تعالى في الموسم القادم عندما تصل سحب الخريف الجنوبية الغربية إلى هذه المنطقة تصطدم مباشرة مع هذه التلال التي يصل الارتفاعها إلى 264 متر فتقوم هذه التلال بعصر كل ما وجدت في هذه السحب ويظهر في صدر هذه التلال كثافة شجرية مميزة جدا وتنوع حيوي رايع للغاية لكن العجيب في منطقة حيور أنه إذا خريت من هذه التلال يحدث الانخفاض تدريجيا إلى 90 متر، 60 متر ثم إلى 16 متر في الشمال قليلا بجوار الطريق العام فلذلك لا تتأثر هذه المنطقة سهول هذه لا تتأثر بالأمطار كثيرا لأن في الأصل الخريف لا يحدث إلا بالتكثف الذي يحدث على هذه الأشجار وعلى هذه الجبال، هذا هو مستوى الأمطار الحقيقية الرذاذ الذي يحدث وإن كان هذا العام الخريف الأفضل على الإطلاق الرذاذ الذي يحدث بسيط جدا لذلك لا تتأثر هذه المنطقة جيدا بالخريف ولا تظهر فيها تنوع حيوي كبير